السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشنا المشكل جالهم لنا فاطمة لا حول ولا قوة الا بالله هما في سل المراهقة في العشرين لا يلهي لله 21 و19 و 21 و 21 و 23 كيقسروه يعني كيباتو في الليل والمساء يريحوا مع الأقرن ديالهم الموسيقى وااا استاذي واا الى اللح يحفظك اللا الله يخليهم ليكو يصلحهم يا ربي يا ربي يا كريم يا رحمة الله رحمة الله بإذن الله وادعلي مع الأموت ديالنا كاملين يا رحمة الله sign good يا رحمة الله رحمة الله يا ربي يا كريم والزوج دي يالي بغى حتى هو يهدر معك هاو واحدة يا مرحبا مرحبا للا شكرا أستاذ الله خليك لنا مرحبا للا فاطمة الله يطول عمرك للا أستاذ الله بس عليك الشريف حياك الله مولاي أبو يا والله ما قلنا بس نشده الخطر احنا بركي في مانا يا بارك الله فيك أخويا أعزك الله وبرك الله فيك أستاذ الله بس عليك وزيان ولله الحمد الله ينورك من وليله عندي غير واحد القصر باستاذ جديالي في قلري أيا عندي واحد خيام عادي الواليدة الله وكبر لا يشيخ معها ما يسول فيها ما هوالو لا إله إلا الله هذا الشي اللي عندي يا رب الله يضي الطريق المستقيم يا رب لا باس عليها ودعو لا إله إلا الله والواليدة انتعين ما يهدر معها ما يسول فيها ما يقول لها ما دعي لهم بوحد الرحمن يا ربي يا كريم ورا بيتها انتع وراه ولداته وراه خلاته وراه تكرفت عليك وراه ليله وراها تكون عندي وتكون عندي واحد اختيه الجميلة واحد اختيه مسكينة ما تنبقرها زقاع لا إله إلا الله واحد اياه نودة أختيه مسكينة ما تنبقرها زقاع الله 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 يحفظها الله الله شكرا送ها вокلا ل máximo يا ربي يا يا ربي الله ما اكلنا rule ما أعرف اسمه والله إله يا ربي يا كريم يا ربيulus بارك الله فيك اخويا شكرا لك شكرا لكتم شكرا لك ولنا فاطمة من وجدة هذه العائلة المباركة حكت لنا معاناتها ومشاكلها وغمومها ولعل همها الأكبر هو في الأولاد لنفطي ما تقول بأن الأولاد ذلك يقصروا فهمنا من الكلام ذلك أنهم شباب شباب يحبون الحياة ويحبون الصهر والصمر وما يسمى بليالي الأنس يقع فيها الاختلاط والموسيقات والرقص وربما تدخين وربما أكثر من ذلك شرب وغير ذلك هذه الحالة هي مرحلة قد يمر منها بعض الشباب هناك شباب لا بد أن يمر من هذه المرحلة لكن ليس كل الشباب هناك شباب في مراهقتهم ربما تكون مراهقتهم نظيفة فيها عبادة وفيها طلب علم وفيها رياضة وفيها عمل اجتماعي وجمعوي ولا يحتاج إلى أن يقع لأن هذا الأمر هذا كتسم التقصر اللي قاتلو لله فاطمة هو الصمر والصهر ولايالي الأنس هو مثل العنب الموجيع لتخليه كيبغي يجرب غير مرة واحدة كيشدو وبالتالي يبتلع ومن ثم كيغرق في واحد الواد ديال الشهوات والملدات حتى لا يكادو يتنفس الأكسجين الطاهر يعني كيجي وقت المغرب إلا قلت لي تنفس الأكسجين الطاهر كيقول لك لا خلصو يتنفس أكسجين فيها ريحة والعبق ديال الدخان وديال الشيشة وديال الخمور ووتيال هسمع موسيقات ورقص موسيقة ساخبة ورقص ووووو ويضعer يشعر بداخله وحد الإضطراب يلقى لا راحة له إلا أن يدخل إلى هذا العالم هذا العالم كان في الجاهلية الجاهلية معروفة بأن كانت تعطي الحرية الفردية للشباب في النظام الجاهلية الأول إذا وصل الشاب إلى 16 سنة كان بباك يعطي الفلوس أموك تفرح له من اللي يمشي يغبر وكي يقول لها لقد كانت لمغامرات عاطفية وفعلت وفعلت أموك تزغرت فرحانة ولدها ولا راجل وباكي يفرح ولدي مبقاش فيه الحياة ولا حيد الخجل هذه مفاهيم كانت في الجاهلية وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا كما يحكي شرح السيرة النبوية الشريفة كان يقول في صحيح البخاري ما هممت من أمر الجاهلية إلا مرتين سولوا الصحابة قالوا يا رسول الله أنت منك تباقي صغير باقي الشاب في سن المراهقة واش حتى أنت كانت عندك شي نزوة أو شي ندة بحل الشباب لكانوا في الجاهلية جوابه كان صلى الله عليه وسلم ما هممت من أمر الجاهلية إلا مرتين مرة كنت أرعى غنمي فسمعت دفوفا وموسيقات ورقص وطبول فقلت ما هذا قالوا عرس من أهل الجاهلية ناس دين عرس ميكست وعرس فيها حرية كاملة رقص وموسيقات وكذا وسيدنا النبي أنا داك لم يكن نبيا كان رعي الغنم ويتيم ويعيش فتا فسمع ذلك الأمر فذهب لكي يحضر معهم هذه النزوة وهذه السمر قال صلى الله عليه وسلم في طريقه فضرب الله على أذني فوالله ما أيقضني إلا حر الشمس ثم لما أصبح سأله صاحبه قال لماذا فعلت بالأمس قال والله ما فعلتم شيئا ثم مرت أحد فترة زمنية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمع أيضا موسيقات ورقص وشباب وضحك واختلاط فقل صاحبه هل لا أبصرت لي غنمي لأذهب فأسمر كما يسمر الشباب بينما في الطريق قال فضرب الله على أذني فوالله ما أيقضني إلا حر الشمس ثم غد النبي الكريم إلى ذلك المكان في السمر والسهر في الطريق ضرب الله على أذنه وقع عليه إغماء ثم سقط مغشيا عليه وبقي الليل كله وهو مغشيا عليه في التراب في الرمال حتى أصبحت الشمس المحرقة فانتباه واستيقض هناك يقول العلماء أن النبي الكريم هو ليس كباقي البشر هو مثل الذر بين الحجر الله تعالى كان يتولاه بالعناية والرعاية ويحفظه من أن يقع في الآثام ويحفظه من أن يقع في الذنوب لأنه كان طاهرا مطهرا وربنا قال وإنك لعلى خلق عظيم وقال عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأذيبي هذا ما يسمى بالعصمة للأنبياء أما غير الأنبياء فهناك ربنا عز وجل يجتبي بعض الصالحين ويحيطهم بسياجهم من العناية والرعاية حتى لا يقع في المحرمات هناك شباب عادي إلى سولته يقول لك أنا عمرني ما موقع في الحرام مرة واحد شاب كان مسكين مفتون التدخين والنساء والمسابح المختلطة والليالي الملح لقى واحد شاب خارج من الجامع ومن إجلسه كيتكلمه قال لي واش تكتصلي قال لي كان صلي قال لي واش عمرك ما دخنتي قال لي لا عمرني ما دخنت وعمرك ما شربتي قال لي لا عمرني ما شربت وعمرك ما تعتقدش علاقة مع أشي فتاة قال لي وانت تزار ترك سيد خسو يزورو كذلك قبة خضرة هو يظن بأن هذه الأشياء كأنها غريبة وهي هي المعتاد المعتاد أن الشاب يكون مستقيم بعيد عن التدخين التدخين يقتل واستجارة رصاصة في الصدر وشرب الخمر فتن وميكروبات وأمراض خبيثة تدخل إلى الجسد والعلاقات الغير الشرعية هي عبارة عن مقت وهي تظلم القلوب كلما وقع الإنسان في علاقة شرعية علاقة غير شرعية فالأنوار التي بداخلك تنطفئ هناك بعض الشباب مسكين لأن كل واحد منا لما نولد على الفطرة كيكون في الصدور دينا عندنا أنوار أنوار مشتعلة متلألئة هذه الأنوار كلما زدت في الطاعة والعبادة والعمل الصالح تزدد تواهجة قد قال إيسان غادي وعنده الأنوار ولا سولتي على الوضعية العامة أنا كنكتشفوها ونستشفوها غير من التحليل السياسي للوقائع والأوضاع العامة اللي عنده الأنوار في صدره قد قادم متوضئ ودائما مصل ودائما ذاكر أشيق عليه هذا الأنوار اللي عنده تزدد تلألؤة إذا قلت له يا فلان قدم لي تحليلا سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا على الوضعية العامة للبلد أو للوطن العربي أو لإفريقيا أو شمال إفريقيا أو للعالم ككل قد تلقى بأن التحليل دياله قد يكون تحليل في أنوار قد يقول لك أن يركز على الإيجابيات قد يقول لك الحمد لله الوضعية تبدو حسنة مستقرة رغم زمن الكورونا فإن العالم صار بينهم تضام وتكافل والعالم صار قرية صغيرة وهناك تعاون من الدول الكبرى والدول السائرة في طريق النمو والناس شعروا بالخوف والخشية لما سمعوا الكورونا وتراجعوا إلى الوراء رغم أن الاقتصاد قد هبط ولكن القيم والأخلاق قد ارتفعت والناس صاروا أكثر أمنا وأمانا وقلت نسبة الجريمة والصرقة وحوادث السير وهو تحليل إيجابي لأنه عنده الأنوار بداخله قد يقول أنوار هي ديالفطرة أولا ثم هو زكاها وربها بالوضوء وربها بالصلاة وربها بالذكر ففتح الله عليه إنسان آخر لما خرج من بطن أمه أعطاه الله أنوار الفطر لكن عوض أن يزكيها ويضاعف تلألؤها كان يقوم بإطفائها كل إتم نطفئ به نور من أنوار الله كل عمل سيء كل خطيئة إلا وتنطفئ فترى إنسان انطفأت انطفأت فيه بالداخل مجموعة من الأنوار لأنه يشرب الخمر يعربد زير نساء لا يتق الله قد لا يصلي هو يخاف الله يقول لك في الإيمان في القلب الله يجعل البركة لكنه غير ممارس للشعائر التعبدية ويتجرأ على المحرمات ولا يظن بأن الله يراقبه أشهد يوقع الإنسان هنا سيقع عليه انطفاء الأنوار وحينما تطلب منه تحليل للوضع العام سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا سيقول لك بأن الأوضاع مزرية وأن البشرية تسير نحو الطريق المسدود وأن الانتفاض قاب قوسين أو أدنى من أن تندلع في بلدا كذا وكذا وكذا ويعطيك تحليلا كله فيه يأس وفيه قنوط ليس اعتبار عن المعطيات بل هناك الشخصية الذاتية التحليل الذاتي يلعب دورا كبيرا فالمسألة أيها الأحباب الكرام ليست مسألة فقط حلل وحرام إنها انعكاس على الشخص وعلى نمط تفكيره وعلى نمط سلوكه وفي علاقاته مع الناس خصوصا إذا كان شخصيا مؤثر كان صحفي أو إعلامي أو سياسي أو نقابي أو فنان كبير عنده توجيه وتأثير على الرأي العام فهو إذا كان عنده نقصان وعنده ضلام في قلبه بسبب الذنوب والخطايا سوف يعطينا تحليلا سياسيا مخيفا على الواقع أما إذا كان إنسان طاهر وكان متوضع وكان يحافظ على الصلوات وكان يخشى الله وإذا وقع في إتم سرعان ما يعود إلى ربه ويتوب إليه ويبكي بين يديه فإن الأنوار تتلألأ من جديد وتعود أحسن مما كانت ومن ثم تجد له تحليلا إيجابيا فأنا أقول للأخت فاطمة أن الأبناء دي لها هم الآن في سن دي المراحقة العشرين الخمسة وعشرين هذا السن يكون الإنسان فيه تواق وكيكون تقليد الأهمى إما كيكون هناك الصاحب والصاحب ساحب هؤلاء الشباب ربما التقوا مع أصدقاء سوء فجروهم وقد يكون تقليد الأهمى من المقربين الأخ الأكبر يفعل يتبعه الأخ الأصغر ثم الأخ الذي يليه ومن ثم يستحل يشعر بأن هذه الأمور والتي عنده عادة وهنا التدخل دي الوالدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يفرط الوالدين في الإصلاح للأولاد والتربية والتوجيه ولكن أحيانا قد يقوم الوالدان بكل ما في وسعهم من جهود لتربية أبنائهم وفلدة أكبادهم ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هؤلاء الأولاد كيف يمكن أن يخرجوا من هذا العمل لسمة للفطيمة التقصر كيف يخرجون منه الخروج يكون أولا بالنصيحة والتوجيه الأب والأم خصوم دائما نحفظ على السلطة ديالهم كلمتهم مسموع ورأيهم هو محكم خصوم لا بد تسمع لكن إذا كانوا مغلوبا على أمرهم ماذا يفعلون يدعون للأولاد بالهداية ندعو لهم بالهداية اللهم يا رب هدهم ورد بهم ردا جميلة وربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته خصوصا إذا قام الوالدان في جوف الليل جوف الليل أنهم يقومان بالدعاء والابتهان هذا دور الأسرة ودور العائلة لكن ما دور المجتمع والدولة المجتمع والدولة مسؤولا أيضا على مثل هذه التصرفات التي نجد في مجتمعاتنا ربما الفراغ هناك الشباب يجد فراغ يعني لما ينتهي من الدراسة قد لا يجد عمل ويجد هناك فراغ ما فيش رياضة المفروض أن تكون هناك رياضة هناك ملاعب القرب هناك تظاهرات رياضية كثيرة الشاب يذهب إلى الرياضة فينسى المحرمات ولا يقرب إلى هذه المسكتات والمسكرات والمفترات كذلك لو كان هناك عمل فني نظيف وراقي ما تقوم به الشبيبة دور الشباب أنهم يجمعون الشباب يعلمونهم المصرح يعلمونهم القراءة والمطالعة يعلمونهم دوائر للمناقشات الحرة فيجد هناك من يستمع إليه ومن يناقشه الآن ربما هذا الميدان ضعيف أيضا وقص على ذلك ثم مواقع التواصل الاجتماعي التي يطرقه أبوابها الشباب هناك مواقع مفيدة فيها أشياء التي تبني وتزيد في الخير لكن للأسف هناك مواقع أخرى كل من دخل إليها تجره إلى الهلاك مواقع إباحية مواقع فيها دعوة إلى السكر والعربدة مواقع للتعارف والدردشة كل هذه أسباب فالمجتمع مسؤول والدولة مسؤولة والأسرة مسؤولة لكن الذي يكتوي أكثر بنار هؤلاء الأولاد والبنات الشباب هم الآباء والأمهات فالآباء والأمهات مدعوذون للإكثار من الدعاء 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 لكي يفرج المولى جل جل له وكان قول للزوج ديال للفاطمة أن الأخ دياله أنه لبس عليه ولكنه لا يكاد يتعامل معاملة حسنة مع أمه فأقول له بأن هذا مسكين هذا ضيع الشيء الكثير لأن من عنده أم وأب مسنين وكان يرأف بهما ويكرمهما هذا مرزوق وهذا مكروم وهذا مرحوم أما من كان عنده الوالدين وكان صدا عنهما هذا حرم من الرزق والكرم فهو مشؤوم مشؤوم فعليه أن يستغفر ربه وعليه أن يعود إليه لأنه سوف يضيع الأجر بين يديه ربنا أعطاك الجنة الجنة الموعودة جعلها الله تحت أقدام الأمهات فللأسف على كل حال أخي الفاضل أختك بإقليم العيون ميمونة هي التي تستقبل أمك صورك تجي من وجدة احتل العيون يعني من أقصى المغرب الشرقي إلى جنوب المغرب وعادة الأمهات يرتحن في بيت بناتهم وليس في بيوت أولادهم لأن الولد ربما عنده زوجة وهناك طباع مختلفة وهناك خطر ربما نقص من هنا أو هناك فالأمه ترتاحه غالبا في بيت ابنتها علش لأنها حتى البنت يمزوجها ولكن الزوج كيمشي من الصبح مجي تلل كيمشي من الصبح مجي تلل ولكن بنتها كتبقى هيوب بنتها ديها الحمام طيب لها تصبل لها تجلس معها تواسيها كتتحملها لكن مرت الزوج صعيب صعيب إلا ناذرا إلا من رحم ربك لأنها قد يوقع على واحد نعم الضجر قد تصبر ثلاثيام أسبوع خمسة عشر يوم قد يوقع على نعم الضجر وأحسن ما قامت به هي أن الأم تقيم مع ابنتها ولكن ما دور الولد؟ هذا الولد لكبر قراته كبراته زوجاته ما دوره؟ الدور دياله هو أولا الإنفاق بالمال أنه يكرم أمه ويضع لها جميع أنواع النفقة لتعيش حياة رغيدة ويسأل عنها بين الفين والأخرى إلا من أكرمه الله بزوجة فيها الصلاح وفيها الحنان هذا هو الشائع عند كل أفراد المجتمع إلا من رحم ربك فللا فاطمة الله يحفظ لك الوليدات والله يحفظ لك الزوج ديالك والعائلة والأحباب وربي يكون لكم ولي ويكون نصير طلب الله تعالى هذك الشباب ولداتك الله يهديهم الطريق المستقيم الله ينزع من قلوبهم حد الشيطان اللهم تعالى يبليهم بالصلاة والعبادة والطاعة والعمل صالح ويكون فيهم الحياة ويكون فيهم الخشية من الله ويرجعوا إلى الله رجعوا عن طيبة وتشوفوا فيهم ما يسروا يسروا أزواج ويسروا عندهم درية طيبة ويسروا عندهم أسرة محترمة وتفتخر بهم بين أقرانهم اللهم أمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله